من الحاجات اللي عجبتني النهار ده قوي 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 انه وانا معادي لقيت بصراحة يفط في منتهى الجمال في مدينة الشيخ زايد اللي يفط مكتوب عليها مبادرة القضاء على التسول لا للتسول نعم للمسئولية المجتمعية المبادرة دي معمولة ما بين المجتمع المدني عجمعات مدنية في منطقة الشيخ زايد وجهاز مدينة الشيخ زايد الحقيقة انا سعدت جدا بهذه المبادرة وكلمت رئيس جهاز الشيخ زايد وكلمته قبل الهوى والراجل يعني قال لي كويس ان الاعلام اخد باله يعني يبدو انه هم عاملين يوفط كتير هتولي ليوفط تاني كده جماعة وقال لي انه المبادرة دي بالتعاون ما بين المحليات او الجهاز مدينة الشيخ زايد وما بين المجتمع المدني بحيث انه هم يفوتوا على كل المتسولين اللي موجودين في اي مكان في مدينة الشيخ زايد وهم اللي يشوفوا المتسول او متسولة او الاطفال في الاشارات ويغدوهم يقولولهم تعالوا ايه حكايتكم ويعملوا معهم بحث اجتماعي ويغدوهم يودوهم للدور الاجتماعي سواء اذا كانوا اطفال يودوهم لمؤسسات الاصلاح او اذا كانوا كبار يودوهم لدور المسنين والمبادرة فيها كمان تبرعات من رجال الاعمال اللي موجودين في الشيخ زايد بجهود من المجتمع المدني الحقيقة انا بحيي المهندس فاهمي اللي هو رئيس مدينة الشيخ زايد هو معنا جماعة المهندس مصطفى فاهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد واتمنى ان هذا النموذج يتم تعميمه في مصر كلها اتمنى من الحاجات اللي زعلتني في العنف الزوج النهاردة انه يعني واحدة تلقي مياه مغلية على زوجها الاعتداء بالضرب على ابنها في الدأهلية هو ابن زوج الاول لها او زوج قبل هذا الزوج فهي لقيت انه يعني جوزها بيدرب ابنها من زوجها اللي قبل كده فما كان عليها هي كان عندها تلاتة اربعين سنة مقيمة في قارية ولاد ابو علم في الدقاهلية وقامت واخد رايحة جايبة مياه مغلية قامت ايه القطع على جوزها نسبة الحريق عند الزوج كبيرة جدا ويعني شويته يعني شويته وقليته وسلقته في المقابل واحد بيشعل النار في زوجته بعد ما هذروا مع بعض يعني هم كانوا بيهذروا هي الزوج اسمها رانيا بتقول ولع فيها امام بنتي وماتت ويا حامل يا لهوي يعني موضوع صعب بقوله على بعضه يعني احنا هنحاول نعمل حلقة عن العنف الزوجي لانه بصراحة الحاجات دي بقت يبدو انها بقت ظاهرة من الاخبار نخرج من الاخبار العنف والحوادث الحاجات اللطيفة انك تلاقي حفل زواج في دهب تحت المياه وهذا الحفل يشعل السوشيال ويعمل صدى حلوة قوي على مستوى كمان المواقع العالمية انا عجبني جدا اهو في مدينة دهب مدينة دهب من اجمل عايز اقولكو يعني هي بتعد من اجمل عشر مناطق مائية في العالم على الكوكب الارض بسبب نضرة الشعب المرجانية بسبب الماء تتلاقي خمس ستة الوان من درجات السماوي في دهب حاجة اسمها الغابة المائية هناك انا شفتها في منطه الروعة يا جماعة انا بدعو اي حد وبعدين مدينة بكر يعني بيقال نسبة التلوث هناك برضو زيرو زيرو والدرجة ان الجامعة الامريكية عاملة معسكر هناك بتروحي بنتي بتروحه لانك قلت لك دي انقى منطقة في العالم من اجمل وانقى المنطق في العالم دهب اسم على مسام فحاجة جميلة جدا اشتركوا في القناة